بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مقررات الجلسة الرابعة عشر للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الأحد الموافق 28 تموز 2024 توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء توجيه الحكومات المحلية ببذل الجهود المطلوبة استعدادا للزيارة الأربعينية وتوجيه المحافظات التي دديها منافذ حدودية بالقيام بواجباتها ومهامها على أكمل وجه توجيه المحافظات بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحجد الشعبي وباقي الأجهزة الأمنية المختصة لضمان عدم حصول أي خرق أمني والحفاظ على سلامة الزائرين العراقيين والأجانب التوجيه بالتنسيق مع الوزارات المعنية فيما يتعلق بالمحور الخدمي وباقي المحاور الصحية والطاقة والنقل توجيه المحافظات بتشكيل لجان لمتابعة حالات الحرائق خصوصا في موسم الصيف والالتزام بالتوجيهات السابقة بهذا الصدد ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق حملة تشجيل كبرى في الشوارع والساحات والطرق الخارجية في المحافظات وأن تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتنسيق مع المحافظات لتشجيل الطرق الخارجية وتوفير متطلبات الحفاظ عليها وديمومتها فيما تتولى المحافظات التنسيق مع وزارتي الزراعة والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بإطلاق حملة تشجيل في جميع المناطق العامة والشوارع والساحات وفق خطط وبرامج مدروسة ومتابعة تنفيذها وتقديم تقارير دورية عنها كما جرى توجيه وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة الزراعة بإدراج موضوعات التوعية بأهمية التشجير والحفاظ على البيئة ضمن المناهج الدراسية فيما تتولى شبكة الإعلام العراقي إطلاق حملة إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية التشجير والحفاظ على البيئة واستعدادا للعام الدراسي المقبل وجه السيد رئيس مجلس الوزراء وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي باستثمار العطلة الصيفية لاستكمال صيانة المدارس والكليات وتجهيزها بشكل مناسب لاستقبال الطلاب وتوفير الكتب الدراسية وتوزيعها في الوقت المناسب وكذلك وضع خطط للتقييم الدوري لأداء المدارس والجامعات والطلاب لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة وتوفير قنوات اتصال فاعل مع أولياء أمور الطلاب لإبقائهم على اطلاع دائم بأداء أبنائهم ومستجدات العملية التعليمية مقررات الجلسة الموافقة على تعديل البندين أولاً وثانياً من قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم 23 لسنة 2023 ليصبح بحسب الآتي قيام المحافظة باقتراح مشاريع صيانة الطرق والجسور وفق الإيرادات المتحصلة بموجب القانون رقم 40 لسنة 2015 وتعرض على مجلس المحافظة للموافقة عليها الموافقة على تعديل قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم 6 في عشرة شرين الثاني 2022 بأن تتولى مجالس المحافظات الموافقة على التصاميم الأساسية للمدن استناداً لأحكام المادة 24 على ألف من قانون رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 وضماناً لسير المرفق العام بانتظام والطراد وتقديم الخدمات العامة دون انقطاع تقرر تخويل وزارة الزراعة الاستمرار بممارسة صلاحياتها الواردة في القانون لمدة ستين يوماً أو لحين تقديم لجنة الأمر الديواني رقم 24164 لسنة 2024 الخاصة بالموضوع توصياتها والمصادقة عليها أيهما أقرب تأليف لجنةٍ بأمرٍ ديواني برئاسة الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات وعضوية ممثلين عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزارتي المالية والشباب والرياضة وكذلك ممثلون عن محافظات ميسان بابل بغداد نينوى واسط وممثلٌ عن الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات تتولى دراسة التشريعات ذات العلاقة بقطاع الشباب والرياضة التي تتعارض مع المركزية الإدارية واقتراح التوصيات اللازمة بشأن إلغاء أو تعديل هذه التشريعات والإشراف على استكمال نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تختص وزارة الشباب والرياضة بممارستها استناداً لأحكام المادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل التصويت على تأليف لجنة بأمرٍ ديواني برئاسة المدير العام للمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابعي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة التنسيقية بين المحافظات وممثل عن المحافظات بغداد البصرة نينوى تتولى تقديم مقترح مشروع قانون الصحة والسلامة المهنية التصويت على أن تتولى محافظة البصرة متطلبات تهيئة المنشآت الرياضية في محافظة البصرة استعداداً لتصفيات كأس العالم المقبلة ومن موازنة المحافظة مع استكمال تنفيذ عقد شركة الهلال السابق مع المحافظة وأن تنسق المحافظة بخصوص هذا الأمر مع وزارة الشباب والرياضة الموافقة على توصيات اللجنة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية استناداً إلى أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم واحد وعشرين لسنة ألفين وثمانية المعدل وتنفيذاً لما قررته المحكمة الاتحادية العليا وكما يأتي القسم الأول أولاً استكمال نقل الأقسام المدرجة في أدناه والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات المتعلقة بها مع اعتماداتها المالية المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها إلى المحافظات واحد مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات ثنياً قسم التدريب المهني في المحافظات ثلاثة قسم التشغيل والقروض في المحافظات أربعة قسم الصحة والسلامة المهنية في المحافظات ثانياً أليف تعد الدائرتان الآتيتان اتحاديتين خاضعتين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم شمولها بأحكام المادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل واحد هيئة الحماية الاجتماعية ثنياً هيئة رعاية ذو الإعاقة والاحتياجات الخاصة با تعد أقسام دائرة حقوق ذو الإعاقة والاحتياجات الخاصة لكافة المعاهد والوحدات والدور الإيوائية أقساماً اتحادية خاضعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية استناداً إلى أحكام قانون رقم 11 لسنة 2024 التعديل الأول لقانون حقوق ذو الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 ثالثاً تعد الدوائر والأقسام الآتية اتحادية خاضعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية واحد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بسبب تمتعها بالشخصية المعنوية ثنياً صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لأنه يتمتع بالشخصية المعنوية ثلاثة قسم التفتيش لارتباط مهامه بمفهوم السياسة العامة التي تتعلق بتأمين إنفاذ أحكام القانون والاتفاقات الدولية أربعة قسم الأجانب لارتباط مهامه بصلاحيات اتحادية تتعلق بمنح إجازة العمل والإقامة للعمال الأجانب رابعاً التوصية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية بالنظري بالتدخل تشريعياً لتعديل قانون الخدمات الصناعية رقم ثلاثين لسنة ألفين بما ينسجم وأحكام المادة خمسة وأربعين من قانون المحافظات رقم واحد وعشرين لسنة ألفين وثمانية المعدل وقراري المحكمة الاتحادية مية وستة وعشرين ومية واثنين وثلاثين والأنظمة التي تتعارض مع أحكام المادة آنفة الذكر بغية استكمال فك إرتباطها ونقلها إلى المحافظات خامساً التوصية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية باتخاذ اللازم بصدد تصويب قرار مجلس الوزراء المرقم ثلاثة وعشرين ألف وأربعمية وسبعة وسبعين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين القاضي بتغيير جهة ارتباط دار الحنان لشديدي العوق وبقية الدور الإيوائية في المحافظات وإعادة ربطها بدائرة رعاية ذو الإحتياجات الخاصة التي تعد أحد تشكيلات هيئة رعاية ذو الإعاقة والإحتياجات الخاصة بما ينسجم أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم واحد وعشرين لسنة ألفين وثمانية المعدل وقراري المحكمة الاتحادية المذكورين في الفقرة رابعاً آنفاً بغية إعادة فك إرتباطها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى المحافظات سادساً إلغاء قسم العمل الاتحادي المستحدث من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات سابعاً تعتمد تسمية قسم الصحة والسلامة المهنية في المحافظات بدلاً عن المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية القسم الثاني قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإصدار الأوامر الوزارية باستكمال نقل الأقسام والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات المتعلقة بها مع اعتماداتها المالية المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها إلى المحافظات وإلغاء قسم العمل الاتحادي في المحافظات القسم الثالث تتولى الهيئة التنسيقية بين المحافظات متابعة تنفيذ توصيات اللجنة آنفاً